في هذا البيت المتهاوي تكمن مأساة تجسد معاناة الفقراء المتركين للعواز والحاجة في محافظة الأنبار شمال كريم أحد سكان منطقة البوبالي شرقي الرمادي مصاب بشلل نصفي ولا يستطيع تلبية احتياجات أطفاله من الطعام والمسكن الكريم أنا مواطن من محافظة الأنبار أنا بالنسبة لي أشتغل عمالي ووضعي تعبان وحالتي تعباني ومريض عندي شرل نصفي وعندي عمليات بطني وأشكي حالتي للناس وعالم الشرفاء وأي رعب يعيشه الإنسان إذا كان لا يأمن المبيت في منزله؟ بيتي تعبان ووضعي تعبان مادي بيها ساعة يقع فوقاي ليش؟ والله بالمطر جاعد هاي ساعة بيتي انترسموني الله وكيلك مني يجي المطر بالشتة انشيل قطياننا ونروح على الجيران يعني انت بيت يم الجيران ليش؟ الله يقبلها محمد يقبلها ألم المواطن يتضاعف عندما يجد نفسه وحيدا في معاناته دون أن يلتفت إليه مسؤول حكومي في دولة لا يرى سياسيوها المواطنين سوى صوت انتخابي عند الحاجة أدري الحلبوسي وين عنا؟ ما يشوف وضعنا ما يقول أكو ناس فقرة محافظة الأنبار يعني بس وقت الانتخابات يريدنا الحلبوسي إننا قفوا إياه يعني بس وقت الانتخابات ما يطلع يشوف وضعنا ترى الرسول عليه الصلاة والسلام دعا الله سبحانه وتعالى قال اللهم اسكني مع الفقرة وثبتني مع الفقرة واسكني مع الفقرة ليش؟ ليش مو إحنا أعيال الله؟ ليش يعني صادين عنا بصفحة وما يشوفون وضعنا؟ ليش إحنا؟ والله أنا واستعبانين وأنا أشتغل عمالة بالمصدق يوم أكو عشرة يام ما أكو وعندي أطفال حليب حفاظات يعني وين أصد أنا؟ أصد على المسواق لو على الحليب الحفاظات حالة شمال كريم ليست فريدة ونادرة وإنما هي جزء من سلسلة مآس تخبئها بيوت الفقراء في العراق الذين ينتظرون الفرج على رصيف الجمر والقهر